كالساب عاوزين نعرف أسباب حضورك النهاردة في الوقفة الاحتجاجية أمام نادي الجزيرة ضد المسبحة اللي حصلت ضد الأخر الزبط انت بتقول المسبحة ورابطين يبقى عندنا ده العنف عشان ده ممكن تولد عنف الطريقة تانية مع الناس يعني روح عندما في الاخر بتعمل مع روح زي روح من ده اتنا يقول فالموضوع مش حالو ليش حابين يحصل ده هيتقال عليه كلام تاني خالص بات خالص عن اللي حصل انت شاب بطريقة أبشعة والعالم بره كله بيحافظ ان كان على البنائية طبعا زي أول حيوان بس كلها روبها حيوان بس؟ طيب وحضرك لما شفت الصور بتاعت القطط كان شعورك ايه؟ يعني تحسة واش او حس ان انا با شايفها داعش بس بطريقة تانية بطريقة تانية احسا حاجة وحشة مش حاجة رصيفة مش مش مائزة يعني عشان كده نزلت للمعرفة انه هم النارده عمين نواقفة فقلت لاتي ما راكم مشاركة عليها حاجة بيحافظ انشارك في اي حاجة دي حاجة انسانية كمان وحضرك شايفة الوقفة دي ممكن تجيب نتيجة؟ على الاقل تحنن قلب الناس احنا مش الوقفة ان احنا نزلين عشان نزلين عشان فيه انسانية في الموضوع عشان ناس تبوس او ادى حتى القطط فتخلي تحنن قلب الناس على حاجات تانية يعني على الاقل على بعدينا يعني الموضوع اكيد فيه ناس كتير هتفهموا بطريقة ويسا واللي مش هيفهمه ده مشكلت عشان هو مش عزيفة طبو رسالة لقد اقدرت ناديك جزيرة تقولي لهم ان عمر كثم انا مش هصدق ان اقدارت ناديك جزيرة صراحة قرارت تعمل كده انه نادي محترم ونادي فيه ناس كتير ناس محترم مجد انا مش مكنش متخيلة يعني ان هم يوصلوا لها لازالت درجة من البشعة يعني ام مش مفصوطة منهم فالص طبو الناس اللي بحقوق الحيوان وردخ بالحيوان تقول لهم ايه اقول لهم ايه لو انت مش حنان على الحيوان عمرك ما تبقى حنان على الانسان طبع يعني ايه 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 انا بسوحك كده او انت إلحنها تبقى ل ايه حاجه و انت لو محنتش على الحيوانه اللي ما ينتقش عمرك محتحن على الانسان اللي بيتكالي ممتشكرين لعضركم ارشения